بالعودة مجدداً لقراءة الموقف الأمريكي كنا قبل الفاصل توقفنا عند نقطة مهمة متعلقة بتطور الموقف الأمريكي مع تطور الحرب الإسرائيلية وتطور التفاعلات معها أيضاً لكن نتحدث الآن عن تقييم لهذا التعامل من وجهة نظر دبلوماسي عربي كنت في الولايات المتحدة وتعرف كيف هي التحولات حتى داخل المجتمع الأمريكي مع بداية الحرب داخل الحزب الديمقراطي الحاكم الآن نقل في اعتبار عدة نقاط أولاً المتحدة منذ البداية انحزت الإسرائيل ولازالت منحزة الإسرائيل إنما منذ اللحظة الأولى أعلن بايدن أن أمريكا مؤيدة لإسرائيل أن معال إسرائيل ألا تكرر أخطاء أمريكا في التصدي لسبب المخاطر عليها بمعنى لا داعي للمبالغة في رد الفعل مثلما فعت أمريكا بعد حداث تسعة حداش إذن كان هناك تنويه مبكر من أمريكا مع تأكيد التأييد مع مرور الوقت والتخطية الإعلامية الدقيقة والواسعة لضحايا غزة الساحة المجتمعية الدولية لم تعد تقبل نعم الاستمرار الوضع كم هو عليه فضلاً عن إيه الولايات المتحدة تدخل عام انتخابي في عشرين أربعة وعشرين بما يعني على بايدن حساب مصلحة الأمن القومي الأمريكي ومعدلات التأثير على الناخب الأمريكي والإتلاف الأمريكي داخل الحزب الديمقراطي حزب الديمقراطي من أقصى اليسار إلى يمين الواسط هذه الساحة السياسية للحزب الديمقراطي فضلاً عنه أن هناك بعض الولايات الهامة لابد أن يحصلوا عليها الرئيس أو المرشح لكي يضمن حصولها على عدد مقاعد الملائمة للفوز بما يعني بالتحديد أهمية الفوز بولاية ميشيغن من دبناها ولايات أخرى ولاية ميشيغن فيها نسبة عرب أمريكان كتار وهناك طيار تقدمي ديمقراطي يميل تجاه المواقف الليبرالية واليسارية ومتعاطف مع الحق لا أقول متعاطف مع الفلسطينيين متعاطف مع الحق قانون حق وقانون واحترام الإنسانية ومن ثم تحدثة بكل وضوح ضد أفعال إسرائيل بل حتى خارج الحزب الشباب في الجماعات في أمريكا اليهود الأمريكي نسبة كبيرة منهم تظاهر ضد العمليات الإسرائيلية وضد الدعم الأمريكي ليس دفاعاً عن الفلسطينيين لحساب إسرائيل وإنما رفضاً للتوحش تماماً إسرائيل إلى أين يمكن أن تصل هذه الحركات باعتقادك سواء كان داخل الحزب الديمقراطي أو داخل المجتمع الأمريكي؟ أبدو إذا كانت الانتخابات بين المرشحين أقوية إذن نسبة واحد أو اثنين في المائة من الناخبين يعتبر نسبة مؤثرة إذا كان المرشح الجمهوري ضعيف ومرشح الديمقراطي في هذه الحالة بايدن إذا كان قوي هتبقى هذا الهامش مش في محله إنما عشان أجرب لك السؤال بالتحديد بايدن مرشح ضعيف وفقاً للإحصاءات الموجودة الأمريكية نعم لا يوجد مرشح جمهوري قوي ومن ثم يفكرون حتى في العودة مرة أخرى إلى ترامب رغم أنه متهم في عدة عدة قضايا ومن ثم يجب نتوقع أن الانتخابات الأمريكية القادمة ستكون تنافسية تمام وبشد لذا كل ولاية لها أهمية والتائرات المختلفة لها أهمية ويجب على محب العدل والسلام في أمريكا أن يرفعوا صوتهم بوضوح متأكد نعم في هذا الإطار ساعة السفير هل يمكن الحديث عن دور كبير وفاعل تقوم به الولايات المتحدة تحدثنا عن تطورات الحرب 48 يوماً ماذا عن دور الولايات المتحدة الآن في ضوء هذه الهدنة الإنسانية المؤقتة هل لها كان دوراً فاعلاً وكبيراً أم تم تضخيم هذا الدور إعلامياً لكي يتم تحسين بعضاً من الصور التي خرجت عن القيادة الأمريكية عن الرئاسة الأمريكية التي دعمت الحرب على قطاع غزة ومدتها بالسلاح وأصبحت ليست فقط داعماً إنما شريكاً وفق كثيرين مرة أخرى في رأيي الشخصي المغفر الأمريكي منحاس إنحياس مبالغ فيه هذا أول شيء الشيء الثاني في اعتقادي إن إدراءة أمريكية لم تنجح في شرح موقفها بشكل سليم ومن ثم فقدت ليس الرأي العام العربي إنما فقدت حتى رأي عام غربي نتيجة إنحيازها أكثر من اللازم ليس مجرد في دعم إسرائيل إنما في رفض وفتق النقر مسألة رفض وفتق النقر حتى حينما يستهدف مساحة أو مستشفى شيء غير منطقي وغير مقبول نعم مستشفى الشفاء وغيرها فعملياً أمريكا في موقف غير إيجابي لا يعني هذا ويجب ألا نبالغ إنها ستغير موقفها بالكامل وتقف صف الفلسطينيين وإنما في اعتقادي إن هناك كانت هناك مساحة من الوقت توافق أمريكا على إعطاء الدوق الأخضر لإسرائيل إنما طيقاً الآن إنه استمرار هذا الحراكة العسكري غير مقبول بالنسبة لأمريكا الآن غير مقبول عالمياً ويؤثر على أمريكا سلمياً لكن هل الولايات المتحدة تمتلك الآن أوراق ضغط تحديداً على نيتنياهو من أجل وقف هذه الحرب إذا كانت تريد بالفعل الولايات المتحدة ذلك تصريحات وزير الخارجية أنتونيو بنينكن اليوم رداً على يؤاف جالانت وزير الجيش إنه لا يمكن الحديث عن شهور لاستمرار هذه الحرب رغم من حياز أمريكا بدون شك عندها القدرة والقوة للضغط على إسرائيل للتغيير موقفها ليس تغيير موقفها في السلام الكامل في أشهر وإنما في وقف الإبادة والاستهداف القصري ومحاولة التهجير القصري للفلسطينيين هذه أمور أدوات في عيد أمريكا كثيرة منها اتخاذ موقف مجلس الأمن مختلف عن الفيتو كما شاهدنا منها تخفيف نوعية الأسلحة التي ترسل لإسرائيل والعلمك وأنا أعلم هذا من عملي هناك هناك قانون أمريكي لا يسمح باستخدام السلاح الأمريكي ضد المدنيين من السهل جد أن تقف أمريكا وتقول أنا آسف هذا السلاح يستخدم فإذن هل هناك آليات نعم آليات هل يعني يتجه بايدن إلى هذه الخطوة حتى الآن لم يتجه وإنما إذا حولت إسرائيل التهجير القصري جنوبا ثم يستهدف هؤلاء مرة أخرى من إسرائيل بغرض دفعهم تجاه الحدود المصرية في رأيي أنا هيحصل ضغط أمريكي شديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر